شكراً بيتسو الحقيقة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي يستحق الشكر لأنه الحقيقة الراجل في ظل ظروف صعبة جداً واجهها مع النادي الاهلي بدايةً من الفترة التي تولى فيها المسئولية شهر الاهلي تعاقد مع شهر أكتوبر اللي فات أكتوبر 2020 يعني تقريباً في خلال سبع شهور الظاهر الراجل مع النادي الاهلي تقدر تقول أنه حق العلامة الكاملة في كل المناسبات أو المواجهات أو اللحظات الحرجة واللقاءات الكبرى اللي من عيار التقيين بصرف النظر عن الصعوبات اللي بيواجهها يعني الراجل حقيقة جي في توقيت صعب جداً قبل دور قبل النهاية في دولة الأبطال وكان عندك مواجهة صعبة جداً تبتديها بره أرضك كمان مع الوداد المغربي كان مرشح في التوقيت ده برضو مرشح قوي للفوز بالبطولة وراجل جي في توقيت ما يسمحش الآي المدير فني أنه حتى يلملم أوراقه والراجل تحمل مسئولية وقدم مواجهتين أكتر من رائعين في بداية المشوار مع رجاء زهاباً وآياباً وتمكن من تخطي عقبة الوداد وصولاً لمباراة الزمالك في النهاية كانت مواجهة صعبة جداً ومواجهة لها حساباتها وليها تعقيداتها ورغم كده الراجل أجاد ولعب المباراة بشكل محترم جداً وقدر أنه يحقق لقب دوري الأبطال ده عن البدايات أما عن المشوار في حد السؤال حرج في كل اللقاءات الصعبة جداً واللي كان الأهلي فيها على المحك سواء كان بينفس على بطولة زي مثلاً ملعبنا في كاس العالم للأندية في مونديال العالم للأندية وجهت فرقة محترمة جداً زي الدحيل على أرضها وعلى ملعبها وقدرت أنك تتخطاها لما قابلت الباير ميونيك الكل أشاد رغم أنه الأهلي وده طبيعي وأمر منطقي جداً ووضعه حتى يعني ماعتقدش أنه في حد من جماهير النادي الأهلي كانت متوقع أنه الأهلي يتجاوز الباير ميونيك لكن جماهير الأهلي كلها كانت راضية عن الأداء اللي قدموا الأهلي أمام الباير بطر أوروبا وأمام بالمراس حد سوال حرج قدمت مباراة أكتر من رائعة وقدت الآرب للتهديف فيها والآرب أنك تخلصها في وقتها الأصلي وأنهتها بالفوز بضربات الترجيح ووصلت فيها لبرونزية برونزية العالم في إنجاز ما حقهوش غير الجيل الدهبي للنادي الأهلي حتى في مشوار الأهلي في دور الأبطال السنة دي كنت فيه أوقات كثيرة جداً ومطبط كثيرة جداً صعبة نتيجة غيابات ونتيجة إصابات ونتيجة ابتعاد كثير من اللاعبين الأساسيين عن مستواهم وتعرضت لمطبط ما كانتش متوقعة ورغم كده في اللقاءات الحاسمة أهمها طبعاً كان ماتش فيتا كلاب في الكونغو وأهمها كان مباراة العودة أمام سينبا وأهمها طبعاً كان مواجهة سانداونز ذهاباً وإياباً ورغم إنه الأهلي أداءه في المستوى المحلي ما كانش مطمئن أوي لكن الحقيقة قدمتم بولايات في إفريقيا ولا أروع وقدرت إنك إنت تحسم التأهل وقدرت إنك إنت تتخطى واحد من أقوى الفرق في دور الأبطال عشان كده بقول بيتسو موسيماني علامة كاملة بيتسو موسيماني كل الاحترام والتقدير خدوا بالحضراتكم كمان إنه في نقطة بتهيألي هتفرق كتير جداً مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله مع السيزن القادم يعني إذا كللت مسيرة موسيماني مع الأهلي السيزن ده أو الموسم ده بنجاح أنا بتهيألي إنه الراجل اللي كان جاي عمياني وبيحاول يتحسس أو يكتشف كده عناصر القوة والضعفة في فرقته بيسمع ويشوف ويتابع ويقيم النهاردة خاطت إيديه بشكل واضح جداً على إمكانيات لعبته وعارف كويس جداً شكل الفرقة وشكل ونوع وحجم التدعيم اللي ممكن تكون محتاجاه في الموسم الجاي ومن الموسم الجاي أعتقد إنه نظرية موسيماني رؤية موسيماني مع الأهلي تبقى كاملة والحساب يكون نتيجة الرؤية دي يعني الراجل بيشتغل في حدود المتحدة خلينا نتفق على كده الراجل جه تسالم المسئولية الوضع كان قائم على رؤية مستر فيلر قبل ما يمشي الراجل جي تسلم المسئولية وقدم كل المطلوب منه بنجاح يعني بشهادة كل الناس الراجل نجح بالأرقام حتى بصرف النظر عن التقييم اللي هو أنا عجباني كورت الأهلي لأ أنا مش عجباني كورت الأهلي لأ أنا عايز أحسن يعني ده حاجات نتفق أو نختلف عليها أمور نسبية زي ما نقول لكن بالأرقام موسيماني علامة كابلة وبالتالي أعتقد إنه لما ياخد حريته ويقدر يقيم شكل الفريق ويقدر يبني الفريق اللي ممكن ينقل السيزن جاي إن شاء الله لو استمر مع النادي الأهلي أعتقد كورت الأهلي مع موسيماني ممكن تبقى في حتة تانية خالص على كل أحوال أخدكم للتفاصيل ومعنا النهاردة كلام كتير خليني أقول لحضراتكم بداية طبعا إنه استعداد الأهلي لمباراة خليني أفكركم بس الأول أو مهم قبل ما أدخل في الأخبار إنه على صفحتنا طبعا زي ما تعودتم الصفحات الأهلي تي في على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الفيسبوك وعلى إنستجرام وعلى تويتر مطلوب من حضراتكم طبعا تختاروا أفضل ثلاث لعبين من وجهة نظركم فرق أجادة مبارح لحقيقة بتلعب فريق كبير جدا على أرضه عنده الدافع وعنده الحافز عنده شخصية البطل ورغم كده تهيئة لهدف ياسر إبراهيم ريحنا بشكل كبير جدا ولولا الهدف ده كان ممكن تبقى المباراة أكتر تعقيدا لكن أنا بتهيلي إنه الهدف ده وده اللي أنا كنت بتتمنى أنا لما تسألت في السادسة أكتر من بره نفسك فإيه قلتش غير إنه عايز الأهلي يسجل هدف مش عايز أكتر من كده تسجيل هدف ياسر إبراهيم رفع معنوية لعبة النادي الأهلي هدى حالة التوتر خلنا أقرب بشكل كبير جدا للتأهل والعكس الصحيح ده صدر أكتر حالة توتر وعلى كرتو اللي ظل غاية اللحظات الأخيرة خطير وقريب من نادي الأهلي لكن طبعا نجمنا كان ليهم الأفضلية وقدروا يحسموا بطاقة التأهل لقبل النهائي فعشان كده حضراتكم تختاروا أفضل ثلاث لعبين طبعا من وجهة نظاركم في مباراة النادي الأهلي أمام سان داونز مباراة العودة في بريتوريا طيب زي ما قلت لكم الأهلي النهاردة إن شاء الله يوصل قطر تقريبا يوصل على الساعة 12 وحدة بالليل بتوقيت القاهرة رحلة طويلة طبعا من جوهانسبرج لقطر يمكن الطائرة هتنزل بس الترانزيت هنا في أسوان وبعد كده تكمل رحلتها إن شاء الله ورحلة طويلة برضو لكن كويس إنه عشان يعني توفيرا للوقت وتقليلا للمجهود حضراتكم عارفين إنه فكرة الصفر في حد ذاتها مرهقة أنت بتتكلم على في 48 ساعة تضرب مشوار من أقصى شمال القرى لأقصى جنوبها 12 ساعة رحلة طيران وفي 48 ساعة تروح راضدهم مرة تانية يعني شيء شيء عنيف جدا وتبقى مطالب من بين ده وده إنك تلعب مباراة بطولة هنا مع سانداونز وإنك تسافر تلعب مباراة بطولة مع بطل كونفيدراليت أفريقيا نهضة بركان شيء بيأثر بالتأكيد على الناحية البدنية بشكل كبير جدا لكن كويس الأهلي مسافر بدري قرر طبعا قرار يحسب لإدارة النادي الأهلي إنها تسافر دايريكت بدل ما ترجع هنا القاهرة وبعد كي يبقى في رحلة تانية من القاهرة القطر إن إحنا نسافر دايريكت من جهانسبرج على قطر عشان يبقى في فترة راحة ويبقى مسافرين بدري إنه يبقى في حالة تأقلم على الأجواء في قطر ونبقى إن شاء الله بإذن الله جاء زين لماتش السوبر في ناس بتحسب إنه نهضة بركان مش المنافس الأقوى يعني اللي تخاف منه وإنه فرص الأهلي كبيرة صحيح متفقين فرص الأهلي أكبر بكتير جدا في ماتش السوبر وبطل كافة بطل دولي الأبطال بالتأكيد أرجح من كافة بطل كونفيدرالية الأهلي بتاريخه ببطلاته بنجومه بالتأكيد كافته أرجح من تاريخ وبطلات نهضة بركان شكل المسابقة في الدولة المحلي وموقف الأهلي المتصدر حتى رقميا أو حسبيا في البطولة حتى اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها أقوى بكتير جدا من موقف نهضة بركان اللي بعتقد إنه بيحتل مركز سادس أو سابع وقدم موسم متوسط بتهيق لي إنه اللعب حوالي عشرين ماتش كسب ستة وخسر السبعة وتعدل في النص فبالتالي كل المعطيات بتصب في صالح النادي الأهلي لكن أبدا أبدا دي مش معطيات دقيقة أو نهائية ماتش السوبر ليه حسابات مختلفة والماتشوات أو البطولات اللي بتحسم من مواجهة واحدة يعني حتى ما فيهاش ذهاب وقياب ما فيهاش فرصة للتعويض بتبقى دايما على المحك وشوفنا حاجات كتيرة جدا بتحصل مش بس عندنا في البطولات الأفريقية حتى في البطولات العالمية وفي دوري أبطال أوروبا إن فرقة بتخسر ومتعافش تعاوى تاني وبالتالي الماتشوات دي بتخوف بيبقى ليها طريقة استعداد وطريقة تحضير مختلفة نوعا ما وبالتأكيد نهضة بركان مش مسافر عشان ياخد مركز ثاني عنده طموح وطموح مشروع جدا إنه يخطف اللقب من نادي الأهلي من جوهانسبرج ابتدى التحضير يعني مستر موسيماني الحقيقة يمكن من قبل ما الطيارة بتاعتنادي الأهلي تتحرك من جنوب أفريقيا كان ليه اجتماع مع الجهاز المعاون عشان يبتدوا مرحلة التحضير لمواجهة نهضة بركان بطل المغرب وبطل الكنفدرالية وطبعا مستر موسيماني مركز وفتح طبعا رفض تماما أي كلام على مواجهة الأهلي مع الترجي التونسي في دوري الأبطال وقال أنا ما بفكرش تماما في دوري أبطال أفريقيا كل تفكيري وكل تركيزي في الفترة اللي جاية على مواجهة نهضة بركان إن شاء الله الله هتلاعب يوم الجمعة بطولة مهمة جدا الأهلي أعتقد هو صاحب رصيد كبير فيها احنا حقنا البطولة دي ست مرات وإن شاء الله بإذن الله تضاف وتحسب للأهلي وتحسب لموسيماني وتحسب للجيل ده من اللاعبين إضافة بطولة جديدة من خلال طبعا التفوق على نهضة بركان في بطولة سوبر أفريقيا ترجمة نانسي قنقر